جداً تواصلنا مع الأستاذ محمد مراد المنصق الآلامي لمنتخب مصر الأستاذ محمد مراد قال أنه بعد إصابة محمد صلاح كان هناك اتفاق ما بين ليفر بول والتحكرة القدم على أن يتم صفر محمد صلاح بعد المباراة بعد مباراة بوكرا كاب فردي والإعلان سيكون بعد المباراة مباشرة في بيان رسمي من اتحاد كرة القدم فكلوب سبق الموضوع تصرع كلوب وقال هذا الأمر أن محمد صلاح سيرجع بكرا فالدربك اتحاد كرة القدم أدى إلى دربكة في اتحاد كرة القدم ودربكة في ليفر بول أيضا تعال أبقى نعدة لأن الموضوع لسه فيه تم الحديث ما بين اتحاد كرة القدم والطرفين يعني اتحاد كرة القدم وليفر بول وتم الاتفاق على إصدار بيان باللي حصل إنه هو اتحاد كرة القدم قال إن الموضوع واحد اتنين تلاتة زي ما كتم في البيان عشان توضيح الأمر قدام الجماهيل المصرية وأيضا لأنه المدينة اللي حيسافر لها سان بيدرو منتخب مصر حيلعب لو طلع تاني وهو الأقرب تمام مش هو الأقرب يعني بنسبة كبيرة جدا يتاني أفضل تالت نعم يتاني أفضل تالت يتاني أفضل تالت حيلعب في المدينة اسمها سان بيدرو هذه المدينة لا يوجد بيها أي أمور طبية إطلاقا تمام وبالتالي ستعيق تأهيل محمد صلاح وعلاجه لذلك لمدة 14 يوم زيادة لذلك ده اللي أنا قلته على فكرة أنا أول مرأة سمع الكلام ده فده اللي أنا قلته من البداية فأنه هو عايز الجهز في ليفربول أحسن فبالتالي اتفق الطرفان على أن يكون محمد صلاح أن يتم بعد المباراة مباشرة حيتفرج على المطش من المدرجات وبعد كده حيسافر مباشرة يروح إلى ليفربول ويتم علاجه فبدل ما كان حيتعالج في أسبوعين كان يتعالج في شهر مثلا أو كان يتعالج في أسبوع من أسبوعين لتلاتة فهياخد من أسبوع لعشر كيان وبالتالي يرجع على المباراة القبل النهائي محمد صلاح لو كان قاعد هنا لن يستطيع لو المنتخب وصل للمباراة النهائية لن يستطيع أن يكمل هذه المباراة إذا قاعد في سان بيدو سهل العجل تمام يا كبتل ده كلام حلو جدا خلي بالك أنا الكلام اللي أنا قلته في بداية كلامي متطابق مع كتير من الكلام لأنه ده توقع خلي بالك ده توقع لأن محمد صلاح شخصية محترمة بعيدة من التحكير محمد عنده مشكلة مش عايزين أنا بالنسبالي ما ينفعش أقول إن محمد صلاح هتهرب ده خمس لا 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 أبعد شيء هو التهرب نحن نقولش تهرب بس ما احترام يا كبتل الجهاز الطبي والفني والإداري الذي يعلم أن إصابة محمد صلاح تاني يوم تعمل له تشخيص وهتساوي إكس في الأيام ليه إستنى بعد ما شكاف فردي من أنت بتأثر في الله ولكن يا جماعة أنا عايز أقول لحضراتك كل الكلام اللي أنا قلته ده كان على لسان الأستاذ محمد مراد المنصق الإعلامي لمنتخب مصر وبالتالي هو كلام يعتبر رسمي أيوة رسمي طبعا أنا بس بقول لحضراتكم إنه في النهاية ده يعتبر الكلام شرح البيان بتاع تحاد كرة القدر